تحياتنا لكم متابعينا ومشاهديننا من قناة شل أخبار معكم حسين هشم وحلقة خاصة لنتحدث عن ما حصل منذ قليل في مجلس النواب الأمريكي مثل ما كنا تحدثنا بحلقة سابقة من برنامج شوفي ما في عملناها بتقريبا تاريخ 17 يناير وتحدثنا فيها على أنه الكونغرس الأمريكي عم يشتغل على مشروع قانون خاصه بالـ Child Tax Credit بمساعدات أو أموال الأطفال بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية أو الدرائب اللي خاصة بالشركات وكنا منتظرين أنه يصوتوا على هذا الموضوع ويمرئ من الكونغرس الأمريكي لحتى نشوف ماذا يصير بهذا الموضوع بالتحديد فالي صار أنه منذ قليل تم الإعلان على أنه مجلس النواب الأمريكي مرر هذا المشروع القانون على الشكل التالي أكيد هذا المشروع القانون رح يعمل مثل يسموه باللغة الإنجليزية يعني هو رح يحل مكان القانون القديم اللي هو المفروض أنه رح تنتهي صلاحيته عما قريب وعشان هيك كانوا هني مستعجلين شوي لحتى أنه يمرروا هذا القانون لحتى ما نرجع لقانون سابق ما في بقلبه يعني إعفقات ضريبية للشركات وأيضا ما في بقلبه أموال كافية للأطفال وهذا موضوع في غاية الأهمية سراحة المشروع القانون مرر منذ قليل في مجلس النواب الأمريكي 357 صوت مع مقابل 70 صوت ضد من الأشخاص يعني أو من أعضاء الكونغرس اللي صوتوا مع وأنا دائماً بركز على هذه الأشياء لأنه مهم جداً سراحة 188 من الديمقراطيين صوتوا مع و 169 من الجمهوريين صوتوا مع هايكي كيف وصلنا إلى 357 صوت 70 عدوا بالكونغرس بمجلس النواب اللي صوتوا ضد هذا المشروع 23 منهم ديمقراطيين و 47 منهم جمهوريين فنحنا هيدا نحنا بنسميه باي بارتزن ليش بنسميه باي بارتزن؟ لأنه هم يمرء بأصوات الحزبين الديمقراطي والجمهوري مش حزب لحاله عاطى كل الأصوات ومرأوا بس بأصواته لا، هيدا القانون أو مشروع القانون احتاج لأصوات الديمقراطيين والجمهوريين مع بعض لحتى يمرء من مجلس النواب مثل ما بتعرفوا نحنا بلوات المتحدة الأمريكية حيال له مشروع قانون لحتى يصبح قانون نافذ بأمريكا لازم يروح أو من مجلس النواب على مجلس الشيوخ على عند الرئيس أو بيبلش من مجلس الشيوخ برجع على مجلس النواب بروح لعند الرئيس وبالتالي حاليا خاصة من مجلس النواب تم تمريره والشيء جيد انه مرء من الاثنين مع بعض يعني هناك معارضة ولكن طفيفة جدا داخل الحزب الديمقراطي وداخل الحزب الجمهوري ما المفروض تأثر على ما سيحصل بمجلس الشيوخ الأمريكي أصلا هو هيدا المشروع القانون بلش وتم الاتفاق عليه من أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي وبالتالي بدل ننتظر نحنا التصويت على هذا المشروع القانون من مجلس الشيوخ بعدين بيطلع عند مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن بس يمضي عليه الرئيس ساعته بيكون قانون نافذ ويبلش يشتغلوا عليه خليني أجع أذكركم بشكل كام شغلة مهمة جدا أكيد في حلقة أنا عاملة من 17 شهر بشمن مبارح أنا عامل حلقة أنا حاكي عن هذا الموضوع وشرح تفاصيله واللي اتفقوا عليه بتفاصيله يعني اللي أنا حكيته بـ 17 شهر من 2 ويكس تقريبا فإن هذا اللي مرر اليوم يعني فهمين كيف فنحنا كنا أول قناة إعلامية حدثنا عن هذا الموضوع وبموضوعية ومتمعوادين علينا يعني دايما نجيب لكم الخبر من دغري من المصدر بشكل سريع جدا فإخوانا هيدا المشروع القانون بس يصير قانون رح يتم اعتماده لسنة 2003 هو لثلاث سنين لسنة 2023 2024-2025 فهو لثلاث سنين فهن حاطين 2023 معه انتفقنا إذا 2023 معه نحنا عم نعبي الدرائب طبع 2023 هلا هيدا السؤال مهم جدا شو بيسير بالدرائب طبع 2023 اللي نحنا عم نعبيهم هلا هون هل ياتورا نحنا منوقف ما عاش نعبي درائب بننطر لحتى يمشي أكيد لا يعني هيدا كله قراري بيجي على قلك أو قلك بينكم وبين المحاسب اللي عم بيعملكون الدرائب طبعكن ولكن بشكل عام لا تساهد القانون هلا هن عم بيحاولوا يمرؤوا قبل شهر إبريل يعني قبل ما ينتهي موسم الدرائب طبع 2023 يعني موسم الدرائب طبع 2024 نحنا بنعمل فيه الدرائب طبع 2023 خلانا نقول بس يمرؤوا بساعتها هن بيطلع مثل بيسموه من من مصلحة الدرائب بريوية متاح الأمريكية بتقول لكم شو لازم تعملوا يعني هل ياتورا رحنا رح نعمل إنتو لازم ترجعوا تعبوا عليه المحاسب اللي عبلكم عليه أو إذا انتو عبيتوا لحالكم فيه فورم لازم تعبوه أو هنه لحالهم بيعملوا التعديل فعشان هيكي كملوا باللي عم تعملوا انتو لأنه بلش موسم الدرائب من يومين من 29 يناير بلش موسم الدرائب للأفراد فبالتالي كملوا على اللي انتو عم تعملوا إذا عنكم موعب مع المحاسب أساس وحكيات تشاوروا مع المحاسب تبعكنوا وانتو خدوا القرار ولكن شو ما بيصير رح يطلع هناك تعميم من مصلحة الدرائب هيدا التعميم بيقلكم شو لازم تعملوا إذا انتو قردي عبيتوا عنكن أولاد هل ياتورا انتو بكتعبوا فورم أو هنه لحالهم بيعملوا هيدا التعديلات لحتى ما انعيد هلأ اللي عم بيصير إخواننا فيه وهي قصمين يعني بهيدا الموضوع بدنا ننتبهلون لهوذي على القصمين القصم الأول اللي هو يخصه بالأفراد أكيد هيدا المشروع القانون بس يصير القانون رح يكلف ما بين السبعين للثمانين مليار دولار وأرقام عم تقول تقريبا ثمانة وسبعين مليار دولار عم بيقولوا معظم هيدا المصاري مش مصاري جديدي هيدا مصاري رح تجي من شي يعني من أموال كورونا اللي هني ما استخدموها ولم يتم استخدامها صادقا و المفروض لما بالالفين واربع وعشرين مش الفين وثلاثة وعشرين تقريبا بحضل نفس الشي بالالفين واربع وعشرين انه يعملوا شي هنه بيسموه adjustment for inflation يعني عدلوا المبلغ مساعدات الأطفال بناء على التضخم والتخمينات عم بتقول انه المفروض هيدا الموضوع لما يعدلوا based on inflation انه يزيد على الالفين دولار مية دولار يعني يزيد المبلغ على كل ولد مية دولار هيدا اللي عم بقولوه بيبلش بالالفين واربع وعشرين مش هلا بالالفين وثلاثة وعشرين بالالفين واربع وعشرين بشكل عام اخوانا اكتر شي رح يتغير متل ما انا شرحت سابقا بالحلقة اللي عملتها بسبعت عشر شهر بيناير سبعتاش يناير انه الـ refundable amount هو رح يتغير يعني المبلغ المرتجع هو رح يتغير تمام؟ هو حاليا 1600 دولار مفروض اذا تم تعديل يعني هلأ مفروض اذا بلشنا بالالفين وثلاثة وعشرين بيطلع الـ refundable amount المبلغ المرتجع لـ 1800 دولار يعني 200 دولار ازياد خصوصا الاشخاص اللي بيرجعلوا المصاري هلأ اذا انت شخص او انت شخص بيطلع عليكم درايب وعم تستخدموا مبلغ الـ child tax credit اذا انتو عنكن اولاد عم تستخدموا لحتى يعني تشيلوا درايب عنكن يمكن ما تحسوا انه عم تدفعوا درايب اقل يعني بس بشكل عام الـ refundable amount المبلغ المرتجع رح يطلع من 1600 دولار الـ 1800 دولار بالـ 2023 للـ 1900 دولار بالـ 2024 وللـ 2000 دولار بالـ 2025 لما بيخلص هيدا القانون ومثل ما حكينا انه بالـ 2024 بيصير فيه تعديل للـ inflation المبلغ بيطلع من 2000 دولار للـ 2100 دولار فهيدي النقطة كتير مهمة انه تعرفوا انه مرجعنا انا كتير سمعت اشخاص عم بيقولوا اوه طلعنا لـ 3000 دولار و 3600 دولار ورح يصيروا دفعات شهرية مش مظبوط يعني انتو هون كتير مهم تكونوا لـ مين عم تستمعوا مين عم تاخدوا اخباركم او اخدوا اخباركم من محاسب دارسة ومتابع واسسوا حكاياته هم اهل هذا الاختصاص او اخدوا اخباركم من محطات اعلامية موثوقة ما هدفة تاخد مشاهداتها هدفة تعطيكم معلومات فحيالة واحد حب فيديو او حكا انه المبلغ سيكون 3000 دولار و 3600 دولار والنار كون عم يكذبوا سوري من هالكلمة هوا تفضلوا هيدا هو مشروع القانون رح يصير قانون قدامكم مش مفي لا 3000 دولار ومفي 3600 دولار ومفي دفعات شهرية بقلبه في زيادة بس بالـ refundable amount هادي هي يعني هون كتير مهم صراحة اخوان الشغلات الثانية اللي صارت غير تاكسي كردت هي قصة انه رح يصير هناك اعفقات ضريبية لبناء منازل تكون يعني قادر اللي هنه عندهم دخل محدود انه يشتروها بسموها هنه low income housing هيدا رح يعطوه لقى اعفقات ضريبية فاللي عندهم شركات وبيشتغلوا real estate و investment هيدا شغلية حلوة تشتغلوا فيها بيطلع لكم تاكسي كردت لحتى تبنوا هيدا بيوت من الدولة فكروا فيها خلنا نتفكر برات الصندوق مثل ما نحنا منقول كمان رح يكون هناك اعفقات ضريبية تاكسي كردت للمواطنين الامريكيين اللي هنه تأزوا من الكوارث الطبيعي من ال natural disaster هيدا كمان نقطة مهمة جدا تنتبهوا عليها هيدا رح كمان تصير كمان هناك يعني شغلات خاصة بالشركات مثل انه المصاري اللي انتو بتصرفوه على الابحاث وعلى التطوير research رح يخلوكم تستخدموها مية بالمية وفيه شغلات تانية خاصة بالإعفقات الضريبية تبع الشركات بلك بنحكي عنا بحلقات مقبلة إذا ألا راد فيه شي خاص به انه يعملوا اتفاقية للضرائب ما بينهم وبين تايوان لانه رحد هلأ ما عندهم اتفاقية ضرائب معهم مع تايوان فالمفروض انه كمان يعملوا هيدا الاتفاقية هيدا الاتفاقية رح تكون يعني فور أفر عطول مش متل القانون رح يكون بس لثلاث سنين هيدا الاتفاقية رح تكون عطول سنة 2025 انه يشيل ما يقارب ستة عشر مش ستة عشر مليون طفل من الفقر او يرفعن عن الفقر شوي فهمين كيف فهيدا أمر جيد حاليا متل ما ذكرنا لحتى ما نطول عليكم كتير حاليا مرر من مجلس النواب من خلال يعني أصوات من الحزبين الديمقراطي والجهوري لحتى ما عالش نطول عليكم المفروض هلا يروح الى المجلس الشيوخ والمفروض ما يكون فيه مشاكل بمجلس الشيوخ الشغل الوحيدة اللي بدكن تنتبهول وتخلوا عينكن عليها انه قصة اللي عبوا على التاكس واذا مرق هيدا القانون هلا رح يأثر عليكم اذا عنكن أولاد فهيدا لازم دايما تخلوا عينكن عليها شو التعميم اللي رح يطلع من مصلحة الدرق فالمنو متابعنا يتأكد انه هو متابعنا لايك وفولو على فيسبوك انستجرام وتك تاك وسبسكرايب على يوتيوب المتابعة مجانية التفاعل معنا مجاني لايك على هيدا الفيديو مجاني التاج على هيدا الفيديو مجاني شار لهيدا الفيديو مجاني فمنتمنى منكم دايما التفاعل معنا تفاعلوا مع هيدا الفيديو أعملوا مشاركة لهذا الفيديو وبعتوا هذه المعلومات والمن انتبعنا يتبعنا لحظة دايما تطلعوا على المعلومات المتعلقة قبل الوات المتحدة الأمريكية بكل شرفية وموضوعية أخبار صحيحة مصبوطة 100% ليس هدف التشهير أو هدف الحصول على مشاهدات وإنما أعطاكم معلومة بتفيدكم لكم ولعيالكم فأقل الإمام منكم صراحة أن تدعموا هذه القناة من خلال تفاعل مع فيديوهاتنا وبرامجنا وأيضا أنه تتابعونا فلما انه امتابعنا فيه يعني مبارح التقات وبالتهب بنهي بهيدا الموضوع مبارح التقات بشخص عم بيقول لي أنا بحضرك عطول طلعت عم بيحضرنا بس مش عامل متابعة فما هيدا بيأزينا صراحة ما بينفعنا فأنتمنى منكم أنه تعملوا متابعة لايك وفولو على فيسبوك انستجرام وتك تاك وسبسكرايب على يوتيوب خلي دايما يوصلكم المحتوى تابعنا وتضليكم على اطلاع بكل شي عم بيسير بالولايات المتحدة الأمريكية أول أول تحياتنا لقلكم جميعا جميع المتابعين شكرا على متابعتكم إلى أن نلقاكم بحلقات مقبلة وبس مباشر تاني كما يكون حسين هاشم من قناة الأخبار إلى اللقاء وبرعاية الله